أنتم كمنظمة حقوقية دولية هل تكتفون اليوم بالتنديد أو توثيق هذه الانتهاكات التي تحصل في جميع دول العالم واليوم على سبيل المثال في الأراضي الفلسطينية أم أنكم تقومون ربما بالتواصل مع بعض الدول التي تعنى في هذا الشأن نتواصل مع الفاعلين ومع الدول وكذلك مع المحكمة الجنائية الدولية للإشارة لأننا تواصلنا ولازم نتواصل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ونحطه على إضافة حديثة العهد إلى تحقيق المفتوح في أحداث فلسطين وإسرائيل لأن كما تعرفون المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية على فلسطين بحكم أن فلسطين طلبت ذلك وهكذا تشتغل معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية فطلبناه بفتح تحقيق في الجرائم الحرب التي سجلت منذ سبعة أيام بما فيها كذلك جرائم حرب حماس لنكون واضحين لأن قتل المدنيين واختطافهم كراهائين تعتمر كذلك جريمة حرب لكن ليس لأن جريمة حرب مرتقبت من جهة يجب الإيجابة إليها بجريمة حرب أخرى وربما تكون عشر مرات أكثر أضعافها بالنسبة لعدد الضحايا المرتقبين فنحن نحط كذلك الدول إلى الكف من مساندة إسرائيل بطريقة عمياء لأنها تلتكي بجرائم حرب ولسيام جرائم حرب تعترف بها على التلفزة عندما يطلع وزير الدفاع ويقول بكل وقاحة أنه سيقطع الماء والكهرماء والشرب لمليونين شخص الذين يصفهم بالحيوانات هذا دليل على النية الإجرامية ونية الارتكاب جريمة حرب فللمحكمة الجنائية الدولية أن تستعمل هذا الكلام وللدول التي تسند إسرائيل أن تحطها على المهل الشوية وعلى الكف من هذه الانتهاكات بطريقة مفضوحة ترجمة نانسي قنقر